هنبدأ حلقاتنا معاكو النهاردة بموضوع مهم جدا لانه ما شاء الله ما شاء الله الستات في السنين الاخيرة قدروا ان هما يثبتوا نفسهم جدا في كل المجالات بقى ليهم فرص اكبر في الشغل بقى ليهم فرص كتيرة جدا جدا في كل المجالات مش يعني في الشغل في التعليم في اي حاجة الست موجودة وموجودة بقوة ومش بس موجودة بقوة موجودة وبتثبت نفسها وممكن كمان تتخطى الراجل في حاجات مختلفة زي مثلا درجة الوظيفية المرتب انما بقى انا عايزة اتكلم عن ايه انا عايزة اتكلم عن الستات اللي بينزلوا وبيشتغلوا ايا كان المجال بس ممكن يكون مرتبها اكبر او اعلى من مرتب جزها اتكلم بقى على الحتة بتاعت البيت دي الموضوع ده بيعمل حساسية ساعات بتبقى حسية كبيرة وساعات بتبقى حسية يعني هو بيبقى على حسب الزوج برضو بصراحة والزوجة كمان وطريق التعاملها مع الزوج انما احنا بنتكلم عن فكرة ان الزوجة لما يكون مرتبها اعلى من مرتب جزها ده ساعات بيكون لي مميزات وساعات بيكون لي عيوب خانيا ابدأ معكم بالمميزات او نتكلم عن حاجة الحلوة الاول المميزات هي ان الزوجة اللي بتشتغل بتقلل شوية مش هقولكو كتير شوية من التكاليف المالية اللي بتكون على الراجل يعني مثلا في موضوع المشاركة ان هما الاتنين يتشاركوا في حاجة عايزين يشتروها جهاز عايزين يشتروه للبيت حاجة عايزين يجددوها حاجة للولاد ده بيساعد كتير لما سيطة تكون بتشتغل ومرتبها يكون كويس انه هو يخف من على مسئوليات الراجل او يخف شوية من حمول الراجل المادية كمان بيقدروا يوفروا اي حاجة لولادهم بيحتاجوها زي ما قلت انه الراجل بيبقى طبعا مسئول اهم حاجة عن الاساسية اكله وشربه ولبس وادوية ولوعية ولو اي حاجة من الكلام ده وطبعا تعليم انما بيبقى فيه ساعات رفاهيات لما الست بيبقى مرتبها كويس او لما الست بتبقى بتشتغل وعندها مرتب خاص بيها والمرتب ده بيكون كويس بتقدر تخف من العيب المادي ده على الزوج او على الراجل بتقدر تشوف الحاجات اللي نقصة ولدها سواء بقى عايزين يخرجوا عايزين يشتروا حاجة زيادة مثلا لعيد الحاجات اللي زي دي الحاجات اللي تحس ان هي مش اساسي نطلبها دلوقتي من الراجل ممكن لو الست بتشتغله معها فلوس كويسة تقدر انها توفرها لأولادها كمان الفكرة في فكرة ان هي تبقى مرتبة اكبر شوية ده هيفرق في ايه هيفرق في ان الست دي ما تيجي تقول بقى ايه انا عايزة غير لون شعري انا عايزة اروح لكوافير انا عايزة اشتري البرفان الفلاني مش عارف بكام انا عايزة الحاجات دي الست ممكن تعملها لنفسها مش تبقى بقى اللي هو الراجل عليه الاساسي والتجميلي والطرفيهي والحاجات دي كلها لأ الراجل هيبقى عليه الاساسي والست عليها انها تظبط نفسها تنبسط بالفلوس اللي هي جابتها تعمل لنفسها حاجة تدلع نفسها بيها طبعا زي ما قولنا قبل ما بتدلع نفسها هي دايما بتبص على ولادها وبتخفى من العبق المادي على الراجل لو هنتكلم عن السلبيات الست اللي بيكون مرتبها اعلى من جوزها اول حاجة سلبية بتحصل هي ان الست ساعات ساعات الست اللي مش وثقة في نفسها قوي او اللي يعني اللي كان فيه شوية في خلل في التربية تحس انها احسن من جوزها تبدأ تعلى شوية كده بنفسها عليه ايه دا انا بجيب مرتب اكتر من مرتبك وانت تقدر تجيب اللي انا بجيبه دي حتة مش حلوة لو انت ست بتسمعيني مرتبك اعلى من جوزك وحس ان انت عندك الحتة دي او دخل عليها لا الحقي نفسك هي نفسك شانها مش حلوة خالص لا ليكي ولا لجوزك ولا لولادك لما ولادك حتى كمان يا ست لو مش هتكلم على الراجل هتكلم على النشأ الجديد اللي طالع ولادك لو هم بيتفرّوا وشايفين الحياة ما بينك وما بين ابوهم بالطريقة دي وانك انت شايفة ان انت اعلى من ابوهم انت بتقدري تدخلي دخل اكبر من ابوهم ان انت يعني الوزيشن بتاعك الوظيفة اعلى من ابوهم دا هيعمل لهم هم خلل لا البنات ولا الولاد هيبقوا عارفين دور الراجل ودور الست الحقيقي في الدنيا اللي اتخلقنا علشانه هيبقوا مشوهين مش عارفين ايه الصح فده هيسبب لك مشاكل من كذا نوع مشاكل مختلفة اولهم مع جوزك اللي هيحس ان هو اقل منك ولما الراجل بيحس ان هو اقل من الست خلاص خلاص وكل واحد بقى على حسب طبعه فيه اللي يسيب الدنيا بقى خالص يقول لك خلاص ما هي كده كده شايلة ما هي كده كده بتعمل كل حاجة ما هي كده كده رئيسة البيت ده هي القماندا في البيت ده فتعمل بقى وتشتري وتجيب وتسد حتياجات البيت وفي اللي يقول لك لأ ازاي فيقوم يتخانق معاك وينكد عليك يقول لك ما انتيش نازل الشغل تتاني انا مش مرتاح للشغل ده فممكن يقعدك من شغلك وساعتها بقى يتوافقي يتعندي طب وبعدين فدي سلبيات احنا فكرة ان انتي تحس ان انتي اعلى شوامل لأ اقتليها جواك بمجرد بس ما تحس بيها لازم تكوني عارفة ان رب الاسرة ليه وضعه وانتي كأم وعمود فقري للبيت ليك وضعك وولادك ليهم وضعهم كل واحد على حسب ترتيبه فلازم الحاجات دي ما نتغافلهاش ده شيء مهم قوي ولو انتي بتتعامني بالتعامل في الموضوع ده بطبيعية او بتلقائية لأ حزبي حزبي عشان ما تجرحيش مشاعر جوزك تاني حاجة زي ما قلتلك ممكن يعتمد عليك لما يلاقيك انتي جوزك يعتمد عليك لما يلاقيك انتي مرتبك اكبر يبدأ يكسل يبدأ ما يعملش كل حاجة ما يجيبش كل الاتزامات المادية يروح النهاردة الشغل وبكرة يريح لو تخنق خنق صغيرة قد كاف شغل خلاص مش عايزه يسيب الجمل بمحامل ويقعد في البيت ما هو عامل حسابه ان انتي بتصريفي طبعا ده شيء صعب تالت حاجة العلاقات للأسف بتتدمر علشان المعظم الستات اللي بتشتغل وبتكون معتمدة على نفسها قوي بتبقى حاسة ان جوزها مش يعني هو حمل علي هو بيعمل لي ايه يعني هو بيضيف لي ايه يعني لأ برضو ما تخليش الاحساس ده يتسرسب جواك واحدة واحدة هيكبر جواكي بتحسي انه هو مش بيعملك حاجة لأ بصي على اللي بيعمله وخلي لنفسك جزء من الفلوس دي لو انتي ما شاء الله ربنا كرمكو مكتدرة ماديا او مستقلة ماديا خلي جزء من الفلوس على جنب لاي ظرف من الظروف حوشي عايزة تقولي يقولي مش عايزة تقولي انتي حرة انتي في بيتك انتو احرار انا مش بيقولكو تعملوا ايه في بيوتكو انا بس بنورلكو على غلطات بنعملها واحنا مش راخدين بالنا من اننا بنعملها او من اننا بنتصرف التصرفات دي فبتوقعنا في مشاكل كبيرة بتقدي الهدم البيت بعد كده فبلاش نعمل ده فانا بقولك لو انتي مرتبك بيه خلي جزء بالظروف خلي جزء اللي بيقولك القرش الابيض بينفع في اليوم اللي سوت فخلي فلوسك على جنب تحوشيهم ليكي تحوشيهم لولادك تحوشيهم لاي ظرفة من الظروف زي ما قلتلك انما ان انتي تجنيبي الراجل خالص وتحسسين ان دوره مش مهم لا ده اللي بيجي القرش اللي هو بيجيبه ده هو ده انتي لازم تحسين هو ده اللي ما يشكر به هو ده الاساس وانه لولاد يعني حبيبي ربنا يخليك لينا ده احنا لولادك ولولادك 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 مكننا وكان زمننا تبهدلنا وكان زمننا مش عارف ايه يعني خلي دايما تدي له وضعه كده وتدي له الاحساس ان هو الحامي حامي 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 البيت وده الحقيقي الراجل لو مش حامي حامي البيت يبقى في حاجة غلط يبقى في خلال فلازم تكوني حسب ده وعارفة كويس قوي انت بتتعامل ازاي وخصوصا في موضوع الفلوس لانه حساس جدا 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 في بعض الدراسات اتعملت وقالت ان الموضوع ده بيكون ساعات سبب في الخيانة الزوجية خذ يبالك تقولك انا عملت ايه ده انا ستة حلوة وشيك وبوزيشن كويس وكل الناس تتمنى لي الردة ارضة وكل الناس تتمنى ان اتكلم معيهم او حتى ان هم يعرفوني او يقولوا ان هم يعرفوني يخلني ليه اقولك يخونك ليه يخونك لانه حس انه اقل منك يخونك لانه حس انه مش راجل كفاية يقدر يصرف على بيته يقدر يأمن بيته يقدر يبقى هو اللي بيسد عن بيته يخونك لانه هو حاسس زي ما قلتلك انه هو في استيب اقل من الاستيب بتاعتك فهيدور على اللي يحس معاها انه اعلى انه اقوى إن هو مصدر الرزق ومصدر الأمان ومصدر كل الحاجات الكويسة اللي المفروض بتبقى للراجل أو بتاعة الراجل هو اللي المفروض يديها لنا كستات فهيدور آه على الستة اللي تحسسه بكل ده هيدور على الستة تقوله انت سيدي وتا جراسي هيدور على الستة اللي تقوله اللي تجيبه يا حبيبي أعيش بيه ولو لقمة بدقة هيدور على دي عشان يحس إن هو راجل مكتمل للرجولة وإن هو بيعمل كل حاجة مطلوبة منه فبلاش تحطي نفسك في الحاجات المزانق دي أو الكورنرات اللي بتبقى الخروج منها بيبقى صعب الخروج منها بيبقى بمشكلة أو بهددان البيت إحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي دايما خلي الكلام ما بينك وما بين جوزك عن مزانية البيت مزانية المالية للبيت فيها حوار مفتوح وصريح هتقولي له أنا دلوقتي بقيت باخد كذا وهو أصل ما يعني الفكرة كلها إنه ده ممكن يحصل بعد ما بتتجوزه يعني تقولك طب وانا ليه أخد واحد بياخد أصلا أقل مني ليه أتجوز واحد بياخد مرتب أقل مني دوام الحال من المحايل لا الشغلانة بتدوم ولا المرتب بيدوم ولا أي حاجة بتدوم النهاردة انت بتشتغل الشغلانة الفلانية بكرة بتشتغل الشغلانة العلانية كذلك جوزك وليه اللي بيبقى شغلاناتهم على خط واحدة دكتة كترة مهندسين إنما فيه ناس كتير قوي بتشتغل حاجات يعني مش لازم تمسك خط معين من أوله لآخره فاهميني؟ حاجات حرة أعمال حرة في شركات مش عارف إيه فإنتي الفكرة بقى إن أول لما يحصل تغير في مرتبك إنتي عالي شوية وحاستنها بقى أعلى من جوزك هتعودي بقى قاعدة إحنا دلوقتي بقى دخلنا كذا إحنا اللي اتنين أنا بقى دخلي كذا وإنت بقى دخلك كذا شوف إحنا حابب إن إحنا نقسم الدخل ده على البيت إزاي هنعلي إيه في البيت أنا وإنت تحط إنت فلوس في إيه وحط أنا فلوس في إيه تحب أشيل عنك إيه أو تحب إنت يعني كده تخلي الكلام ما بينك وكده مش فجأة ما بين يوم وليه لو الراجل يجي لقيك فجأة خلاص إنتي خدتي مرتبك عالي فابتاخدي قرار إن ده هيتشاله وده هيتشارب أكانه جديد وده وهتنزل تشتري للعائل كلها هدوم مرة واحدة وتشتري له هوك من غير ما تقولي له من غير ما ترجعي له لأ أنت كده بتحسين هو مالوش دور ما ينفعش ده فلازم يكون في تفاهم ما بينك لازم تكونوا عارفين هتصرفوا إيه وفين وإزاي ما تخليش ولادك يجوا يطلبوا منك أنت الأول الفلوس ماما أنا عايز كذا لا لازم يروح يطلب من بابا الأول وبابا لما يقوله طب روح شوف كده مع ماما عشان معلش أنا دلوقتي مش هينفع أو مشغول أو معيش أو في البنك أو أي سبب فيبقى إيه تبقى جاه من القب إنه هو اللي قال لهم لأ خلي طب تصرفوا نفسك دلوقتي من عند ماما وأنا هبقى أتحسب مع ماما أو أتصرف مع ماما وهلك على حالة حلوة كمان مش أنت تتخذي مرتب أعلى حلو وكل حاجة جميل علشان تحسسيه إنه برضو دوره مهم جدا في حياتك لسه لازم تفضلي تخذي منه مصروف ولو رمزي ولو بسيط خذي من جوزك مصروف معروف إن الزوج بيسيب مصروف في البيت ومصروف الزوجة فخذي عادي من جوئي المشكلة وده مش معناه إنك بتكنزي بقى وبتستبخلي لأ وتعمل إيه إيه برضو تعمل الحركة دي إحنا ما بنبخلش على بيوتنا ولا بنبخل على نفسنا ولا بنبخل على أولادنا هي بس العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع المادي ده لإنه حساس جدا 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 الرجل مش بيبقى قادر يصرف على بيته الصرف اللي هو شايفه إنه هو يستحقه بيبقى موجوع من جوه بس أنا حسا أقول لكم على ميزة كمان فكرة إن المرتب إحنا كل ده نتكلم في العيوبة وقلنا المميزات في الأول بس هاختم لكم بميزة في الآخر إن الست اللي مرتبها أو الست اللي بتشتغله مرتبها كويس بتعمل حاجة هي مش حاسة بها جميلة جدا إنها بتخلي جزها بدل ما هو يعاني شقيان طول اليوم وممكن مشوفش أولاده أبدا يصحى ينزل من قبل ما هم يصحوا ويرجع بعد ما هم يناموا لأ ده بيدي وقته براح للزوج إنه يقعد مع أولاده يتكلم معاهم يروح معاهم التمارين بتاعتهم أو الدروس أو يذكر معاهم يعيش مع ولاده يستمتع بأبوته ليهم وهم يستمتعوا بأبوت أبوهم حواليهم ويقوم معاك ويربي معاك ويبقى إيده بإيدك وعينه وعناكي أنتو اللي تنين يعنيكو على الولاد مع بعض فدي ميزة على فاكر دي ميزة حلوة قوي إن الحمد للإنتو مش محتاجين إن الراجل ده يشتغل بدل الشغلانة اتنين ويفضل برا لبيت طول اليوم وساعات بالأيام وفيه اللي ما بيشتغلش بدل الشغلانة اتنين بس بيفضل في شغله طول اليوم علشان خاطر يعمل أوفر تايم فلوس فدي ميزة ميزة حلوة بس نستغلها صح وإوعي في أي إخناقة تقول له ما أنا اللي بعمل ما أنا اللي بجيب أنا اللي بشتري وهو دي من اللي قدها وهو دي من اللي عملها إحنا لأس محترم وولاد أصول ما بنقولش الكلام ده إحنا بنقولش الكلام اعمل خير وديق ورمي البحر أنا عارفة يا ستات إن ساعات بيحصل ده بس لأ خلينا إحنا الأصل والطيبة والاحترام واحترام الزوج ده شيء مهم جدا جدا يا ستي لو مش بينك وبين جوزك فبينك وبين ربنا احترام الزوج ده شيء مهم مكتوب علينا اللي لازم نعمله وبينك وبين ولادك قدام ولادك ما تبقى صورة أبوهم هزوزة قدامهم على طول بس كده ده اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه وموضوع المرتب وموضوع لو مرتبك أعلى يعني من مرتب جوزك شوية